الصورة اللي رح تطلع الان على شاشة هي لاجتماع شوكت هذا الجانب الاجتماع؟ هذا اجتماع حقق البارح البارحة وإحنا زرنا إحنا دائما في زيارات مستمر للسيد المالكي وعني عندي وقف تقيق إنت دائما في زيارات مستمر في زيارات دائما للسيد المالكي رح أقول ليش ليش لا لا هاي هنا لازم نفرش ونحكي نفرش ومو بس نفرش نفرش ونتلفل انت في اجتماعات مستمرة مع نور من اللي كان غلط من الذي عاد معتذرا على قولة بوستات مع الفيسبوك؟ لا ماكوش اسم اعتذار الظروف اللي أنا مريت بيها احنا وصلنا إلى أن محمد الداني إرهابي احنا وصلنا إلى حكم اعدام بحقك خمس اعدامات بسبب سياسة نوري المالكي كما قلت في وقتها من اللي غلط شان ظروف احتمال لا أنا ما خالطان أبت والدليل المحكمة برتني العراقية والأوروبية والمجتمع الدولي حتى من تحدثت أول جلسة يمكن معاه الرجل قال كان يغذوني معلومات وحتى المعلومات كان يغذوا بها بعض الأجهزة الأمنية يعني بعض الرجالات الأمن اللي كانوا محيطين بيه كانوا يغذونهم معلومات مو بس وياي عملية السهداف صارت إليه معناها هو يعني راطي إذنه يعني هو زعيم ينطي إذنه للناس لا لا اسمحي لي اليوم الحاشية مني يبدون يغذون بمعلومات مغلوطة المسؤول ما يداخل بالتفاصيل الصغيرة لهذا السبب أكو معلومات ضلل فيها الأجهزة الأمنية بعض الشخصيات معروفة يعني بعض الشخصيات معروفة يعني إلا وإنه وبنفس الوقت هذا مو دولة هذا مو دولة هذا مو دولة دولة ما تمشي يشكل بيقلولي وبتلمهم وسمعت عنك نتحدث نتحدث نحن مرينا بظروف مو طبيعية ظروف استثنائية عاشها البلد ظروف مو طبيعية أنت وصلت بها إلى حبل المشنقة خمسة دامات عكموني خمسة دامات أنا لهم وعلاقات الدولية وجيب براتي من الخارج لعشون تروح تقعدوا يا أقعد معاه أنا اليوم سياسي لازم أتحدث بأمور البلد اليوم لازم أسمع منه ويسمع من عندي وبالحصيلة النهائية اليوم وإحنا شركاء بالوطن أنا ما أترك اليوم ظروف البلد ومعاناة ناسنا من اللي يتغير؟ إنت له هو هو تغير واحتمالان يتغير تدري اليوم أخوص صار نضوج بالعمل السياسي عدكم لو عدهم عدهم وعدنا ما اليوم اليوم كلها تشعروا بهذا الحال اليوم اليوم 2006 2007 2008 2009 ليس الظروف اللي نحن نعيش به اليوم أكون نضوج لكل السياسيين موجودين كخط أول بالدولة العراقية وبالحصيل النهاية ما أمامنا خيار إلا أن نجلس ما أمامنا خيار إلا أن تحاور يعني تعرفون تجلسون مع نور المالكي ما تعرفون تجلسون ويأل أطراف السنية الأخرى سألت لي أشرحتو حتى أجاوج نحن أول شي من الروح للسيد المالكي سيد المالكي هو أقوى شخصية موجودة بالشيعة أقوى شخصية موجودة بالشيعة وشخصية حقيقة أبقى أقولها وتحدث السابقة وأقولها الشيعة يتلفلفون بالمالكي لأنه شجاع وصادق المالكي من اليوم اللي يتحدث معانا يقول هاي الصير الصير هاي ما الصير ما الصير في حين قسم من الإطار لا نتفق معها بالليل الصبح ثاني يوم ونشوفه يتغير مواقف مالته في حين هو مواقفه ثابتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر